اشتركوا في القناة اعرف ايش اسوي تعبت المصيبة يا شيخ اني اصحى وقت الصلاة اشوف الساعة كم وارجع وانام الى اخر ما ذكرت اختي الى من مكة المكرمة بارك الله فيك ورضي الله عنك وصلاة تعالى ان يبعد عنك شر نفسك والشيطان يعني هذا من اعجب القصص جرت عادة المتساهلين والمتهاولين انهم ينامون عن صلاة الفجر العجيب انت تجمعين الصلوات الاربع وتحافظين على صلاة الفجر هذا والله من اعجب العجب هذا ما مر علينا يعني غالب المتساهلين اللي يشكون الى الله ويبكون يقولون ان ننم عن صلاة الفجر انت مواضب على صلاة الفجر لكن الصلوات الاربع هذه تجمعينها اختي الفاضلة انت على خطر وواضح ان عندك نية الخير وعندك الصدق بدليل انك تبكين وتتألمين هذا ما يكفي لابد من عمل ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوط الصلاة هذه فريضة الله عز وجل ما خلقنا في هذه الدنيا لننام ونأكل ونشرب هذه كلها لخدمة الغرض اللي خلقنا الله من اجله الله عز وجل ما خلقنا للدنيا لا خلق الدنيا لنا حتى نقيم العبودية لله عز وجل حتى نقيم العبودية لله عز وجل يجب عليك ان تواضب على الصلاة في اوقاتها واضح بان الشيطان يثبتك الشيطان الآن تشوفين الساعة تسمعين الاذان وتكملين نومتك او تكملين كسلكي مثلا يعني يصير عندك تهاون حرام هذا ولا يجوز اختي الفاضلة بارك الله فيك يجب ان تنتفضي على نفسك وعلى شيطانك وعلى نفسك الأمارة بالسوء تقومين إلى الصلاة وحاولي ان تعرف ما هو السبب في سبب عندك ما هو السبب لذلك انتبهي وانا انصحك الآن نصائح اولا راقب الله عز وجل ودائما اجعل مراقبة الله نص بعينيك وان الله تعالى مطلع عليك ناظر اليك يسمع كلامك ويراحالك ويعلم سرك ونجواك امر الثاني حاولي ان تستعدي قبل الاذان بالوضوء استعدي بالوضوء قبل الاذان بمجرد ان يؤذن كرري مع الرددي خلف المؤذن جيب الدعاء صلي السنة القبلية اذا كان هناك سنة مباشرة ثم صلي الفريضة وستجدين الراحة هذا في جميع الصلوات في جميع الصلاة امر الآخر اكثر من الدعاء اسأل الله تعالى الاعانة والقوة ان يمنحك القوة وان يطرد عنك الشيطان المسألة الاخرى اخت الفاضلة وهي نصيحة تختصر هذا كله تخيلي لو ان الله تعالى ان شاء الله بعد عمر طويل قبض روحك الان قبض روحك ما موقفك بين يدي الله ماذا تقول لله عز وجل وانت متكاسرة تجمعين الصلوات والله تعالى امرنا ان نؤدي كل صلاة في وقتها ما عذرك امام الله عز وجل ما حجتك بين يدي الله عز وجل تضمنين تعيشين الى الغد تضمنين تعيشين الى سن متأخرة ما تضمنين لذلك الله يرضي عليك يبارك فيك انتبهي واحذري نبيه عليه الصلاة والسلام علمنا وكيف نصلي الصلاة في اوقاتها ونؤديها بعدين هذه نعمة من نعم الله عز وجل الصلاة هذه نعمة وانت اذا وضبت عليه ستشعرين بالفرق الكبير بين حالتك الاولى والحالة الجديدة